اشتركوا في القناة وعمل لايك على الفيديو ان اعجبك ومشاركة الفيديوهات على مواقع التوصل الاجتماعي ويمكنك ايضا مشاهدة الفيديوهات السابقة قد تجد فيها ما ينفعك غزوة بدر هنتكلم عنها باسلوب مختصر اول نختصر في بضعة سطور الغزوة ثم نتكلم عنها تفصيلا بما تتضمن من دلوس ونقاط نريد ان نعلق عليها سنعلق عليها انفلاي يعني ايه على يعني نقطة بنقطة تمام هلين انا نبدأ غزوة بدر وتسمى غزوة بدر الكبرى او بدر القتال او يوم الفرقان غزوة وقعت في اليوم السبعتاشر من رمضان في العام الثاني من الاجراء سنة ستمة ماربعة عشرين ميلادين تقريبا بقيادة محمد رسول الاسلام ضد قبيلة قريش ومن حلفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومي او ما يسمى بابو جهد وهي اول معارك الاسلام وسميت يعني اول غزوات محمد كان قبلها بيطلق سرايا زي ما نرى وقولنا السرية هي التي يكون على رأسها اي احد غير محمد ارسله محمد لكن غزوة هي التي يكون على رأسها محمد قد سميت بهذا الاسم نسبة لمنطقة بدر وبئر بدر التي تقع بين مكة والمدينة وبدأت المعركة بمحاولة المسلمين اعتراض قافلة القريش متوجه من الشام الى مكة يا قضاء ابو سفيان ابن حرب ولكن ابو سفيان تمكن من الفرار بالقافلة وارسل رسولا الى قريش يطلب ايه العون والمدد فاستجاب القريش وخرجت لقتال المسلمين وكان عدد المسلمين في غزوة بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا يعني حوالي تلتمة عالمشهور يعني اه معهم فرسيين وسبعين جمال اه بالمقابل كان القريش اه بتتكون اه جيشها من الف رجل معهم ما اتاي فرس اه وانتهد غزوة بدر بانتصار المسلمين على قريش وقتل قائدهم عمر بن هشام اه وكان عدد من قتل من قريش السبعين شخصا اه واسر سبعين اخرين اما المسلمون فقد خسروا اربعة عشر شخصا اه ستة من المواجرين وثمانية من الانصار وتمخضت غزوة بدر عن عدة نتائج نافعة بالنسبة للمسلمين منها انه اصبحوا مهابينة في المدينة ومجوارها واصبح اللي ان قبيل القريش هي اشهر قبيعة عربية فيعني اتصياته يعني واصبح لهم لدولات مصدر دخل اه هو الجديد هو الغنائم تمام? اه وبذلك عشان كده نزلت صورة الانفال والانفال يعني الغنائم زي ما قلنا وفي محاضرة في فيديو رائع يعني اه اسمه غنائم اما السلوقات موجود على القناة اتمنى ان انتم تشوفوه وتمنى الناس بتوع تسألني اعمل فيديو عن كزا اعمل فيديو عن كزا والفيديو موجود في القناة فجماعة دوروا جوه القناة يعني يبذل موجود قبل ما تطلب اه اه موضوع معايا ان نتكلم عليه شوف الموضوع اه موجود في القناة ولا لا تمام اه اه فيعني اتعمل قبل كده على القناة ولا لا اه فالمهم يعني اه خلاصة انه اتحسن لحل المسلمين المادي والاقتصادي والمعنى تمام اه خلينا نتكلم عليها بقى ايه يعني اه باسلوب غير تقريدي شوية يعني بيعني ببعض التفاصيل اه بعد طرد محمد اه من مكة اه ووجد ملجأ في المدينة على بعد مات الاميال من مكة حيث يكون بمأمن عن المكيين يعني خلي ايه متفقين المكيين لو كان عايزين موتوه سبك من المؤمر اللي هما بيتدعو على المسلمين كان عايزين موتوه وهو هرب وبتاعه هما لو كان عايزين موتوه من اقول كان موتوه اه لكن يعني هو هرب بقى وبعد عنهم مفروض هو رسول وهو ايه همه الايه الدعوة صح يعني راح مكان بقى جديد وبعد عن مكة مات الاميال فيقدر بقى يدعو الناس اه لدين الله وكده وخلاص تمام لكن رغم ذلك انت فاهم ان هو بعد عنهم ان هو مفروض رسوله ان هو ايه يعني همه هو دعوة الناس الى دين الله ارسل رجاله في عدة غارات فاشلة ضد قافل مكيين تمام يعني بعد عدة صرايا حاول كذا مرة ان هو اعترق قافل مكيين يعمل عليها سطو ايه مسلح قبل ان تنجح اخيرا لكنها فشلت هذه المحاولات قبل ان تنجح اخيرا محاولة ايه سرية عبدالله بن جحش التي اغتالت عمر بن الحضرامي ونهبه بضائعه تمام فتحول النبي المفروض ان هو يكون يعني رجل بقى ورع وزاهد ومخلص للدعوة الى قاطع طريق تمام يحرد اتباعه على النهب والايه والقاتل وكانت هذه القافلة صيدا سهلا لانهم استولوا عليها في الشهر الحرم زي ما نشوف يعني محمد اه لم يحترم اي اخلاق ولا اعراف تتباعها العرب يعني العرب كانوا لا يقتلونه في الاشهر الحرم اه محمد اه سطع على هذه القبيلة وقاتل في الاشهر الحرم تمام فقم في الانحيطات طبعا اه فلم يتوقع المهاجرون اه مهاجرون النهب والقتال فلا يحملون مهم اية وسيلة الدفاع يعني اه يعني كان اصحاب القافلة مش متوقعين حد اه يعني قاتلهم لان اه اشهر الحرم فما كانش معاهم اي وسيلة من ايه اه من وسائل الدفاع وحسبما روى ابن هشام فحين رأوهم ابباء محمد خافوا منهم فاشرف لهم احدهم وكان قد حلق رأسه اه خداعا وكانهم من حجاك فلما روابه توسموا منه الامن والامان وقالوا عمار لا بأس اه اه عمار لا بأس عليكم منهم وتشاور يعني الناس راح تعمل عمرا تشاور القوم في هم وذلك في اخر يوم وان رجب قال القوم والله لان تركتم القوم هذه الليلة يدخلون الحرم ولا ان قتلتموهم لتقتلونهم في الشهر الحرام فتردد القوم ثم تشجعوا اجمعوا لقتل من قدروا عليه منهم واخذ ما معهم تمام فرمى واقد ابن عبدالله التميمي عمر بن الحضرامي بسهم فقتله قد عام المكيون على النبي محمد كسره لعراف العرب وخرقه المقدسات حين نهب وقتل وصرق في الاشر الحرم وكان رد محمد عليهم بآية من القرآن طبعا مألفها من دماغه فيها مغالطة تمام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراجه ولو اهلي منه اكبر عند الله تمام طبعا هما لا اصدوا عن سبيل الله ولا كفر هما كفروا احرار لكن هما منعوش محمد من المسجد الحرام يعني استخذوا هذه الآية كتبريل للجريمة وتعتبر هذه الحادثة يعني وصمة عار يعني على الذين دعونا ان الاسلام لا يأمر بالقتل الا فعالة الدفاع عن النفس تمام لان هنا يعني اي دفاع في قطع الطريق يعني انت دلوقتي ايه اه قافلة اللي هي بتاعت عمرو ابن الحضرام دي اللي هي سرقية عبدالله ابن جحش اه قافلة رجل مسالم اه معه بضعته وراح يبيعها انت خب لك اه راح بيها يعني اه جابها من الشام راح يبيعها في مكة راحوا قطعين عليه الطريق انت خب لك وقتلينه وسرقين اللي معه فانا راضي زمتك ده فعل انبياء ولا فعل صعليق وقطع طرق فعل صعليق وقطع طرق تمام يعني ده ليس فعلا بيه ولي بيقول لك ايه الحروب لمسلمين دفاعية فين الدفاع هنا وانت حد هجمك مش انت اللي راح بتقطع الطريق على قوافل الناس صح والتقتلهم والتسلب اموالهم وبعد يعني بعض المسلمين يبرروا يقول لك المسلمين لم انهابوا بل استرجعوا ما سلب منهم اللي خدته منهم قريش ان هما تركوا اموالهم في مكة وكده تمام اه فا يعني ده المال اللي هو سرقوه ده هو مقاطع القابل اللي ما تركوه في مكة وهذا الكلام هو ااتوا به في فيلم الرسالة ايضا المالي بالمغالطات تمام طب يعني اه 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 هذا لا يبرر قتل التاجر الاعزى اللي هو والقافلة كانت تعايدة من السورية من الشام يعني معبارة عن مشترات ولو كانت هي فعلا مقابل ما ترك المسلمون المهاجرون في مكة لماذا اخذ محمد خمسها؟ الصابق انها تعادل اصحابها يعني اغلب المهاجرين مع محمد كانوا مجرد صعليق وحرفيش انت فهم فقراء لا يملكون ايه اي نوع من انواع الايه فلا ما يتركوا شائع في مكة واملك محمد دعلي بن ابي طالب مكة ثلاثة ام في مكة بعد هرب محمد من مكة استجمع كل اغراض محمد والحق به وقريش تركوه يجمع ما يريد وما اعملوش حاجة تمام؟ فكل محاولات تبريره هجمات محمد ضد القريشيين غزواته وقطعه لرؤوسه واختصاباته يعني ليست لهم موررات لان تاجي لهم موررات الا ان هو شخص مجرم عتيد الاجرام ومؤسس لتشكيل عصابي للسطو المسلح السطو المسلح المنظم هو العرب كما يعملوا سطو المسلح للمنظم هو بقى يعني على الاسسلهم السطو المسلح المنظم تحت ايه؟ تحت رؤية الاسلام وبأعلاق كبيرة يعني ما هي الغزوات والفتوحات حتى اللاحقة بعد مرات محمد الا مثل هذا الامر حملات سطو المسلح كبيرة فالمهم يعني قريشي كانت لا تسعى وراء محمد هو خرج من مكة وهم كانوا مرادين جدا باب محمد عنهم لان هو محمد كان عايز يفرض عليهم دينه يعني محمد ايه؟ هم قالوا لجسة محمد انت بتعبد الله بتاعك ده؟ حطوله عم صنم ولا عبده زي ما انت عايز جنب بيت الاسنام جنب اخواته واحنا ملناش دعو بيه لأ محمد عايز يهد الاسنام طب ما هد الاسنام ده كده بيفرض ده فرض دينه بالاكراه صح او لم صح؟ تمام؟ ده عايز يهد الاسنام وعايز يكبره من هم يعبدوا الاله بتاعه وهم مش عايزيه تمام؟ وده يعني مش هم كانوا بيتطهدوا وقالوله طب ما هو كان يقعد يجدل معاهم صح؟ ويقعد يحكي لهم في قصص وهم يردوا عليه بقصص وهم يردوا عليه بحجج وهو يقول لهم مش عارف ايه هم اطلبوا منه معجزات وهو زي الخوال ولا جاب لهم ايه معجزة وبتاعه يقول لهم ايه؟ يقول له عم هتلينا ايه انت فاهم؟ قال له هم مش عارف العذاب وبتقال له هتلينا العذاب احنا راضين بالعذاب هتلينا عامل ايه حاجة يعني واردين ايه حاجة ببين ان ان انت كنابي تمام؟ لكن محمد يعني جرح كبرياءه بعد طرده من مكة خاصة بعد محلط مصدقياته كنابي لان قومه كذبوه يعني يقول لك لو كان في خير ما كان شنا ما اضطير فمحمد كان مدام من قراش عشان كده فكان بيسعى بكل صوب الانتقام وهو اعلن ثورة مسلحة ضدهم وهم محققين في طرده المكيين ليه؟ لان هو يعني عايز اتملك الكعب الواحده بعد ان كان مقدس لجميع بقى الديانات تمام؟ وكان للمسلمين يريدون منع الكل يريدون ان الكعب دي تبقى ليهم لوحديهم انتفهم؟ زي ما هو دلوقتي كده تمام؟ فاحنا عايزين نرجع الاصنام هترجع بص الكعب دي في يوم الايام بص ولاو بعد الف سنة هتلاقي حواليها اصنام وتماثيل وسياح وبيشربه وبيسكره هتلاقي بص كل حاجة هترجع اوسق من ايام الجايلة انا اوعدكم بذلك شو محمد قال لكم كده بدأ الاسلام هو غريب وانساعده غريبا كما بدأ ايوه برجع غريب بقى دلوقتي تمام؟ المهم اه محمد بقى ايه يعني ايه ابتدى نزل الاياب بقى اقتلوهم حيث يقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفدنة واشدوا من القتل ويحرض على قتلهم انتفهم؟ فمحمد ارهابي يعني هما طردوا عشان هو ارهابي وكانت صح ان هما قتلوه كان رايح البشرية لكن هما طردوا عشان هو ارهابي عايز يفرد دين عليهم وعايز يقتلهم بعد كده تمام؟ فيعني حتى هنا بيقولك ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتهم الكفار فلان يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الاعلام تمام؟ يعني يقولك ايه يعني ما تدعوش الى السلام وبتاع مع ان هو جي بعد كده قالك وان جنحوا للسلم فاجن حلاة وتوقع الله يعني القرآن ده عامل زى الاستك كده محمد كان بيجيبه في المواضع اللي هو يريده اه تمام؟ اه فهو يعني كان ايه اه بيسبب خطر لقريش وخطر دراح فهما كانوا لا يطاردون هو اللي ابتدى بقى مطاردتهم لما راح المدينة وبيعد انت فاهم؟ عامل زى بتوع الاخوان الشراميت كده انت فاهم؟ عايزين يفردوا ايه؟ عايزين يفردوا منهاجهم الاسلامي على الشعب بالعافية تمام؟ فلما الجيس حقهم ودأسهم بالدبابات هربوا زى ما محمد عشان كده هما بيسموها الهجرة يعني هربهم لتركيا وقطر ده هما بيشبهوا بالهجرة انت فاهم؟ ليه نفس الاسوب بتاع محمد انت فاهم؟ اه انا عايز افرد نفسي عليكم بالعافية اه راح واكل على ماغو راح هربان بقى وقعب بقى يحرض عليهم من بعيد ويموتهم من بعيد بس دول طبعا ايه؟ ودول نفس الموضوع يعني ان هما مش برامج تلفزيونية بيحرضوا لا هما فيهم شبكة مشغلوهم قطرية تركية مخابراته وبتاع وهي في نفس الوقت بتتعاون مع داعش في مصر اللي هي ولاية سيناء فده ما تلاقي الجزيرة هي اللي بتجيب الاخبار بدري بدري اول ما بتحصل عملات الارهابية في مصر وهما بيحرضوا على الارهاب وحرضوا على الجيش والشرطة والتانيين اللي هما في سينة بينفزوا فنفس السياسة محمد انت هي سياسة اسلامية موحدة على فكرة سياسة الارهاب ان انا اما افرد نفسي عليك وتقبلني ياما روح التبعيد انت ما تقدرش تأذيني تمام وابتدى نأذيك بقى انت فاهم فهو دين ايزاء انت فاهم وانف يقول لك حرب الارهاب وانحنا مضطقق دين يعني المجموعة عايز تفرد يعني معتقب بتاع الدولة كلها انت فاهم اه اه وبعدين المسلمين اللي يكونوا عنهم من الطاب من المكين ما خلاصهم في المدينة على بعد 300 ميل من مكة مين اللي بيتطهدوا محدش بعملهم حاجة هما بقى بيربطوا الموضوع الده بقى من ايه القريش بقى منعيتهم من هما يروحوا بقى ده مناسك الحاجة وكده تمام وهذا الكلام غير صحيح لان هو القريش كان بتسمح لهم ان هما اللي عايز يجي حج حجة باش انت فاهم لكن محمد كان عنده رغبة رغبة دموية لان هو انسان دمو وشرير انت خب بلك وقلبه بيشتعل نار مجنون هو يعني مضطرب عقليا وشخصية قزرة يعني تمام؟ فهو قلبه بيشتعل نار هو عايز يموتهم كلهم تمام؟ اه يعني ايه واستضافه ساعد بن امعاز ادى مناسك الحج وهو بقى في منزل امية بن خلف تمام فقال لامية بن خلف ده رسول الله بقوله ان هو قاتلك تمام وقبل غازب بدري لم يسجل اي محاولة يعني من قريش لاستصارة المشاكل مع محمد لكن هو اللي ابتدى ايه يعني يسطو على قوافل قادمة من الشام في طريقة الامك تمام لما قريش ارسلك جيشها هي كت ارسالته عشان يدافع عن القافلة التي كانت على صعبه سوفيا المشكلة ان المسلمين يبقى في خربة غزوة جدا وهي اكبر عملية سرقة نهب واغتيال فعلاء المسلمون تمام يقول لك لا حربونا الا دفاعا تمام اا يعني لما تقتل احد وتصرقوا هذا ليس دفاعا طبعا احنا عارفين بقى ايه يعني طبعا احنا عارفين الغزوة دي وتعلق فيها بقى ايه مجموعة من الخرافات اللي هي بقى ايه الاياب بقى اللي هي بقى بصورة العمران قالني يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملايكة المنزلين ومرة تانية يقول لك يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملايكة المسومين وفي صورة الانفال يقول لك اني ممدكم بالف من الملايكة مردفين ما استقرر لك على رقم يعني خمسة الاف ولا تلات الاف ولا الف وبعدين ايه لازمتها الملايكة دول الف واحد بدوي بيحارب بسف قدام تلتميت واحد بدوي بيحارب بسف برضو يعني fifteen then اللي هي الف ملك دة على ال الا انا هجيب لك الا L رقم بشيجب لك اكبر رقم اللي هي فقال لك خمسة الاف ملايكة المسومون الف ملك دة يعني كان مفروض الملك على ال حن يبقى ليه لازم ملكة ما هي لازمته بقى يموت له واحد من الكفاء صح فكان مفروض مات 1000 من الكفاء كان مات كلهم لو كل ملك موت له واحد من الكفاء صح؟ خاصة الملائكة دي بقى اوصافها محمد يقضي يقول لك جبريلي 600 الجناح ومش عارف السرافيل ليه 600 ديل ومش عارف بعبوسيل ليه 600 زبر ولا 600 صواعة اوصاف خرافية ده مفروض ملك واحد كان عمل بجنح كده مو القروش كله ممكن ما حصلش وده يقول لي على كاذب محمد ان هو الى نبي قال حاجة فين الملائكة وعملت فيديو انا اهل الملائكة حارمت مع جنود المصريين في حرب 73 لان برضه اتنقل اتنين الخرافة دي قال لها في 73 واحنا بنحارب بارسلاح تعالي السوفيات اللي هما ملحيدين يقول لك بقى الملائكة كان بتحارب مع هنا اححى ايه ملائك شاية الارب جي يعني ملائك راكب طيارة ميج وبوقع طيارات فانتوم يعني خرافات كلها بقى بتتوارس والناس والمسلمين بقى انت عارف ايه عندهم وقاحة لما بتسكت على خرافاتهم بيتمدوا فيها لما فضلوا يتمدوا وصلوا لك من 1400 سنة لغاية حارب 73 يقول لك الملائكة برضه فينه يعمل الملائكة دي وحد يشافها ايه تأثيرها طف الحرب وانا عشان واحد مخرف حده سبيبه بتصالها هنا ورب ده انو شاف بتاعه او عقله تهيقله كده لان هما كانوا بعملوهم معداب معنوي في حرب 73 بيركزوا على الجانب الديني ده عشان يرفعوا معنوات الجنود كانوا مسميين ان حرب 79 دي الاسم الكودي بتاعها العسكري يعني بدر عملية بدر انت فاهم؟ طبعا نعملين بيها وجابين لهم شيخ وآيات وقرآن والذين كفروا اليهود وعفاد القرنة وخازيروا ربنا مندتكم وملايكة ومش عارف ايه برضه لعبولهم في المقوم القصة دي لكن اما هنا في غزو البدر فين بالملاكة دي يعني هل مثلا في واحد رواية بتقول ان حد شاف ملاكة بالملاكة دي في غزو البدر لا هتجي لك بقى رواية بتاعت صحابة يقول لك اتنين من اللي بيعرصه محمد يقول لك ايه مش عارف ايه اه عمر بن هشام لما كان بيوقع كني شفتنا عليه نملي انت فاهم بيطلع فالنملي ده الملكة يا سلام النملي ده الملكة الزيع تمام فطبعا ايه الزرطة بتاعت ايه بقى هو محمد مش هيروح يقول لهم انتو انتصرتوا عليهم عشان انتو شبعان وجدعان وكده لا انت فاهم تبوز الشغلان هو دجال ابن لابو تمام لا لازم يبيعهم عليهم انهما انتو ما انتصرتوش ده ربنا اللي نصاركو انت مش انت اللي بتحرك السيف ده كان فيه ملك بحرك السيف تمام هو ما رمايت اذا رمايته ولكن الله رمايته مش انت اللي رمايت بالسهم ده ربنا كان حطي الدماغ جنبك هو اللي بيناشي تمام فايه اشتغلوهم عشان شغلنا دي عشان يخناهم ان ايه بقى اصل هو ربنا ده هو دوره يوم ربنا لو ما عملتش حاجة محمد لازبيته ايه محمد موجود هو عشان هو البست فرند بتاع ربنا بتاع الله ده تمام وهو الله بينصورهم عشان محمد عامو زي ما بينا في غزوة واحد فين الله بقى وفين الملايكة وبتاع كله ما ما فيش حاجة انت بقى كله عالقة ومحمد اتمرمغ في التراب وتفتع الدماغه وكسرت سنانه وكسرت مناخيره وانت فاهم واش عارف عينيه ورمت وتزوح مرت كان يموت خلاص تمام ففين بقى كانت الملايكة انت فاهم ما فيش اختفت هنا بقى الملايكة واختفى بقى جبريل والطرفيل والحاجات دي لكن انا بغزوة بقى ربما انتصر بيزيب بقى وربنا عمدتكم بخمسة الاف وتلات الاف ملايك وما حدش شايف بقى احنا عندها في مصر بيزيب بقى الكلام معلوش جمرك انت فاهم يعني انت اتكلمت مش يقولك يدفع جمرك انت فاهم فاقول بقى براحتك بقى انت فاهم ما هي خلصت خلاص والمسلمين ينتصروا فزررت بقى زي ما انت عايز ده ايه بقى ده حتى كمان يعيه يقولك ايه بقى في العيات سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنا يعني انا ربنا بيقولهم احنا هلقي في قلوبهم الرعب وانا بلقي في قلوبهم الرعب بقى كده روح انتوا ضربين رعابيهم وبتاعه تمام اه وكأن الله كان يعني اللي هو خلق الاكوان خلق المتين تريليون اه كوكب ومائة المليارات من المجرات انت فاهم ساب كل حاجة في الكون واقعب بيقاتل مع مجموعة من البدو انت فاهم او يعني ايه يعني اقعب من تابع المعركة مجموعة من البدو بالخانوة في صحراء قاحلة في كوكب اه يعني يعتبر اه زرة اه اه راء حبة راملة وسط بحار الكون اللانية ايه انت فاهم طبعا يعني قصة منتجة تفاهة ودي بيقين لك سطحية تفاهة العقل المسلم ان يعتقد ان الله يكترس لو فيه الله فعلا او فيه اله او خالق او لهذا الكون ان هو اكترس اه با الف وثلاثموة واحد من البدو يتخنق مع بعض في الصحراء اه انت فاهم في كوكب يعني اعتبر زر ترامل في بحار الكون يعني تمام فده يبقين لك ان المسلم اه فعلا يعني اللي هو بيعتقد في الحاجات دي هو انسان العقل الثاني يعني انت فاهم? المهم وبرضو ايه اه اياب بقى فلعم تقتلوهم ولكن الله قتلاهم لا مش انتوا اللي قتلتوهم ده ربنا اللي قتلهم انت خب بلاك ربنا اللي قتلهم محمد بقى لازم يعرف بقى بضعتو زي حصن مبارك كده احنا انتصالنا في حرب تلاتة وسبعين كان بيحارب ستمئة الف جندي لا 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 احنا انتصالنا عشان الضرب الجو ايه? وحصل مبارك قائده الضرب الجو ايه? هو كان قاعد في مركز القادة ابن المتنقة بشرب اه ناس كافيه? والناس بتموت? وهو سبب النصر? يعني وللا ما كانش جيه النصر ايه الضرب الجو دي ولا عمله قاعد مكانه? هو طلع بالطهارات وضرب اسرائيل كلها ورجع. تمام? نفس السياسة محمد وايه نفس السياسة العرب? العرب برضو فيه مجوز ايه? العرب مرضى نفسيين يعني فيه مجوز كبير من المرض النفسي من اكثر العرقيات المليئة بالامراض النفسية والاضطرابات النفسية يعني. ويعني بيتعيشوا معاها يعني وقدنا ما بيرهوش دكاتة نفسيين ولا حاجة. من هيبقى ان هو ايه? يعني اضطراب الشخصية النرجاسيين. نرجاسيين جدا العرب لا يرى الا نفسه. واي عمل جماعي عربي بيفشل? لان العربي لا يرى الا نفسه. كما قال اب مجد الرومي في قنياتها كلمات. اه يعني اه يعني الرجل العربي لا يرضى الا ان يكون البطل الوحيد. انت فهم? يعني لازم هو يبقى البطل الوحيد في المصرحية. فمحمد ما ينفعش بقى يبقى معاه ابطالة. ما ينفعش بقى ان الانصار دول كانوا رجالة وحربه بتاع. وهما اللي سندوه هما اللي شعلوه باعهم في الاخر والمسلمين باعهم في الاخر. لا. هو الله اللي قتلهم. تمام? فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وليه المؤمنين منه بلاء حسنا. ان الله سمعينه عليهم. اي زرط. تمام? المهم. وبعدين يعني برخم كل الاف الملايكة دول ومعاهم تلتمة واربعتاشر مسلمين ومعرفوش يقدروا غير سبعين واحد من كفار. تمام? فالملايكة دي صفر يعني. تمام? المهم يعني؟ والمكيين من غير ملايكة من غير احتل الاربعتاشر من المسلمين. انت اخذ بالك يعني عبقرة لو حسب تعب اغلب جيش محمد طبعا سبب الناصر رئيسي من الصعرق قطاع الطرق والمجرمين وكده الوغدين على القتل والخارجين على القوانين العرب يعني واعرفهم بينما اهل مكة اغلبهم تجار مسالمين يعني ملهمش في الحرب ويدل على ذلك لما الفاكرين الفيديو بتاع غزو بني قنقاع لما محمد راح لبني قنقاع قال لهم يا معشر يهود اسلموا قبل ان يصيبكم من الله ما اصاب قريشا تمام راح يفرض عليهم الاسلام يعني فقالوا له يا محمد لا يغرنك من نفسك ان قتلت نفرا من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال يعني هم فعلا القراشين ما كانش يليهم في القتال تمام ولا كانوا مقتلين ولا يعني انا عايزك دليل كلام ده انا اوكرلك كلام هاتل التاريخ العربي يعني قبل الاسلام كله اشعر العرب ودووينا العرب وكل الكلام اللي هو منقول عن العرب قبل الاسلام تمام كله مليان غزوات بقى وحرب البسوس وحرب الفجار وحرب الحمار وحرب مش عارف مين ولا حرب من الحروب المشهورة بتاعت العرب دي كانت قريش من ضمنها ولا ليهم في الحروب ولا ليهم في القتال اصلا قريش دول انت فاهم يعني مش مش مشهورين ولا بحرب ولا بقتال ولا بتاع انت فاهم مش يعني مش دي شهورتهم هما شهورتهم انه هما ايه كانوا زي دبي كده هما برج خليفة شيل برج خليفة حط مكان الكعبية الكعبة دي كان برج خليفة وبتاع مكان مقدس بتيجي الناس تلف وتطوف وبتاع ويقدم له قربان عند الصنم بتاع ويشتري له شوية حاجات من السوق هناك التجارة اللي جابها قريش من الشام بتاع رضها في الموسيم ده في عاملين مول هناك كده وبتاع يروح يشتري ملابس توابل اي حاجة تمام وفي ريات الحمر يا باشا زي النات كلابس كده اللي موجودة في دبي بقى ياخدش يعمل له واحد كده معي واحدة من اصحاب الراطر حمر اللي هو بعد كده الصحابيات جليلات تمام وانت خبالك ويقعد يشرب له كسين ويروح مبسوط يا باشا عبد الاله بتاعه واشتري واتمتع جنسيا وشرب له كسين ومش كمام كانت حاجة جليلة لغا بقى مظهر بقى هذا كان المشوه المسمى ايه محمد انت خبالك لغا بقى مظهر في المعادلة لغا بقى مظهر في المعادلة المهم في يعني قريش مش هما كانوا المقاتلين بقى الصناديد اللي هما يعني اشداء في القتال لا وده سبب بقى هزيمة المسلمين ليهم بالعقس الانصار اللي كانوا اغلبية من كان مع محمد كانوا مقاتلين اشداء وهتلاك او تجد كل معارك محمد الانصر الرئيسي الفعال فيها اللي بيساعد على الانتصار هما الانصار كمام ومحمد يعني كان يقول ليهود اسلامه تاسلامه انت خبالك ومشهورة كلمة اسلام تاسلامه ده وهذه الكلمة اه توضح بملادع مجال للشك ان الاسلام دي نرهاب ما ايه الايمان اللي بيجي بقى بالتهديد ده تمام يعني ولا حجج عن طريق الاقناع ولا معجزات تمام هي معجزة محمد في سيفه ان هو بيقتل الناس تمام وتحت ظل رمح وزموه اه ومحمد كان يكسر كافة القوانين كهارب من القانون يعني محمد ده اعتبر خارج على القانون كان انت فاهم اه 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 فيعني اه قتل اه اغلب الاسرة بامر من الله يعني كما راه مسلم في صحيحه حديث ابن عباس قال فلما اسروا للاسارة قال رسول الله لابي بكر وعمر ما ترون في اولاء الاسارة قال ابو بكر يا نبي الله هم بني العم والعشيرة ارى ان تاخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله ان يهديهم للاسلام يعني قال له باب وده الولاد عمك وبتاع اه 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 ويعني خب انهم فدية يعني مقابل اه اطلق صراحهم ويعني عسى ان ربنا هديهم الاسلام اه 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 سأل عمر بن الخطاب طبعا احنا عالفين عمر بن الخطاب ده البودي جارد اللي بيروح الجيم اللي عنده عضلات اللي بيدرب مخدرات تمام فسأل عمر بن الخطاب قال له لا والله يا رسول الله ما ارى الذي رأى ابو بكر ولكن ارى ان تمكننا فنضرب عناقهم فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكن اه وتمكنني من فلان يعني كل واحد ياخد قريبه ما كانوا قريبهم ما ولاد عموهم كل واحد يمسك قريبه يعني اه اه علي بن ابي طالب يمسك عمه وعمر بن الخطاب يمسك قريبه كل واحد يروح ضربه عنقه فان هؤلاء اهمة الكفرة صالدها فهو رسول الله صالعا ما قال ابو بكر يعني ايه ايه طبعا انت عارفين ان هو ايه اا يعني هو كامل ده ما بيحب ابو بكر عشان هو ابو عيوشة وكده الموزة بتاعته الجل فرند الطفلة بتاعته اللي عنده ست سنين في خب رأيه يعني فالمهم اا 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 يعني ايه برضو يعني صالعا مجي قال له في في الاخر ان الله انزل علي بقى ايه اللي ايه في صورة الانفال سبعة وستين ما كان لنبي ان يكون له اثرة حتى يدخن في الارض يعني ما ينفعش نبي يكون له اثرة اثرة حتى يسخن يسخن يعني اا يبالغ في القتل يعني ما كان لنبي ان يكون له اثرة حتى يسخن في الارض يعني اا كان يجب على محمد ان هو يقتل هؤلاء الاسرة وينكل بهم وهذا هو الفعل الصحيح وهذا هو الصواب اا الذي يجب عليها ان يفعله وطبعا هذا اله اجرامي اا انت خبالك اله في امر بهذا طبعا ما فيش اله ولا حاجة اذا هو ايه اا محمد بيقلف من دماغه انت فهمل ان محمد اا زي ما عارفين انه ممثل كبير يعني ممثل قدير يوسف واهب فهو بقى بس يعني ربنا دايما هو يمثل للعبة دي والناس بتحتاج به على صحة الاسلام اللي هو يقول رأيه وبعدين تنزل ايه اتعرضه يقول لك لا ما هو اصل الكلام ده لو القرآن ده من عند محمد ومش عند الله كانش يعرض نفسه لا ده كده انت بتعتقد كده عشان انت مغفل انت فهمه محمد عارف ان اللي زيك المغفلين هيصدقه هو بيعمل كده هو بيمثل بيغني قولنا وبيرضع على نفسه يعني يقول شيء وينزل ايه عكسه يعني بقى ان اه في بقى حوار في شخصية في محمد وهو محمد الاخر مفيش الله لحاجة دي لعبة بيلعبها كده انت فالعبة عقلية بيلعب بيقعد ومغفلين ما تمشيش يعني تمشي عليك مش تمشي عليك انت فهمه يعني ايه من يتدبر كده يفهمها اللعبة دي دايما عبا محمد زي قاية الحجاب زي قاية مش عالف ايه ويقول لك اه دا ربنا اجاب ايه على على رأي عمره بتاع هو كده بحب يعمل الحركات دي انت فهم بحب ايه هو يعني ايه التمثيلية دي انت خب بالك بحب يمثل على الناس كده لكن هي مفهومة لكن هي ايه مفهومة انت خب بالك مفهومة من ايه مفهومة مسلا من موقف زي اللي هو بتاع ممدقكم من خمسة الاف من الملايكة دي. وحد شاف ولا حد ولا حد من المسلمين ولا حد من الكفار شاف ملايكة. هو ده قتل ده بسيف وده قتل ده بسيف ومات سبعين ومات اربعتشرة دي خنائها مش معركة يعني. بس دي صارت لك غزو بقدر دي ان هي معركة انت فاهم? يا باشا ده مجموعة من البدو بتخنقوا في قهوة. انت فاهم? اه حتة الف وتلتمية ده الف وتلتمية ده بيبقى عندنا في مصرها كافية. انت فاهم? كافية. انت فاهم الف وتلتمية ده. انت خنقوا مع بعض سبعين ماتوا من هنا واربعتاشر ماتوا من هنا. مش الحاجة اللي هي مش معركة ستالينجراد يعني مش معركة تمام? لا. اه اه ده مجموعة من البدو بيتها قتلوا. انت فاهم? العملية اسهل من موضوع من ان هي بقى تقول لي خمسة الاف ملك جيهم والف ملك. خمسة الاف ملك جيهم عشان موتوا سبعين. انت خنقوا بالك. يا كلام مش منطقي يعني. انت فاهم? فيعني اه بين كذباته كذباته في هذا الموضوع في الايات اللي هي نزلة في صورة الانفال والعمران وغيرها. كذباته واضحة. الموضوع الماليكة ومدد وما فلم تقتلوهم ولكن الله قتلاهم ولم مش عارف اه تبعصوهم ولكن الله بعصاهم. والكلام بقى اللي هو ايه بقى ان هو عايز ينسب كل حاجة اللي ايه? لالله عشان يطلع بقى مجيش حد يتفاخر بقى الانصار مجيش يقول لقى ده احنا وعملنا وكسرنا الدنيا. انت فاهم? اه مع ان القتل ابو جاهل ده اللي هو راكم يسميه رأسه الكفرة وفرعون هذه الامة عائلين من الانصار اه واحد اسمه معاز ومعاوذ ابن عفراء اللي هما ايه اه يعني اه قتلوا ابو جاهل. تمام? فا اه 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 او عمر ابن هشاء. فالانصار هم اللي انتصروا انت اخوه. لكن المهاجرين زي ما احنا بقينا في الغزوات التانية في اقرا فرصة بفوق كوزي ومحمد. زي ما حصل في غزوة احد عثمان ابن عفراء اللي جري تلات ايام استخبه تلات ايام ومراجعش المدينة غير بعادية بتلات ايام وعمر ابن خطاب اللي حط الجلبية في سنانه وجري في غزوة حنين. انت فاهم? ومحمد يقول له تعالى يا عمر ابن الوسخ انت بتجري ليه? فيعني هم الانصار اللي نصروا ولا ملايكة بقى ولا خمس تلاف ملاك ولا مسومين ولا مجنحين ولا مش عارف ايه. تمام? ما فيش. الكلام ده. الكلام ده فضح. يعني فضح اه محمد ان هو بيحاول ينسب الفضل. هو ما بينسبش الفضل لنفسه مباشرة محمد الخبيث وماكر يعني بينسب الفضل للا الله. تمام? مش ليه. طيب والله دوت اه مين الوقت اللي بيتواصل محايا محمد. يبقى الفضل لمحمد. لان لولا محمد ما كانش الله نصرهم. صح? فهو محمد يفضل برضو ايه ايه تفضل الكاميرا من الصلاط على محمد وتحط في الكادر وتعمل عليه زوم وفوكس وكده. لكن ما تخرجش الكاميرا بقى تروح بقى للانصار اللي هم من انتصروا فعلا. اللي هم حربوا فعلا من قتلوا بالسيوف وعملوا وسووا وبتاع لا ما تروح لهمش. تمام? فيعني زي ما شفنا اول انتصارات محمد اه وغنم من ورائها ما غنم كثيرة من الاموال وكده. اه الغنائم التي حصل عليها من قراش والسيوف والدروع والحصنة والجمال وبتاع لان هم بقى بيبقوا جايين بيبقوا جايبين معهم عيز واجمال وبط ووز وحديد كده. واكله وشربه وفلوسه وبتاع فهو خالي الكلام ده كله محمد. فبقى ايه اختنى انت فاهم? فابتدى بقى ايه يعني يوقف على رجليه بقى وابتدى بقى يروح يهدد بقى ايه شاف نفسه. راح يهدد اليهود اوه زي ما احنا شفنا وراح يهدد هنا وراح يهدد هنا وراح يهدد هنا. تمام? لغاية بقى ايه اما اه زي ما شوكت في الفيديو في احد الفيديوهات اه اللي هو الفيديو بتاع غازه وتقعد لغاية مكان العلقة بتاعة اهود وتهزم انت خبلك اه فجن جنونه اه لانه لم يحصل على جنائم هو مهموش اللي ماتوا انت خبلك لكن لم يحصل على جنائم فحاول حصول على جنائم فبدأ في عملية التحرش باليهودة التي شرحناها تفصيلا في غزو البني القرعيزة وغزو البني الناضير وغزو البني قينقاع يعني الثلاث غزوات الرئيسية ضد اليهود. اه بس دي الفكرة وده الموضوع اعتمد انها يعني يكون غطية غزو البدر اه بطريقة يعني غير تقليدية غير سردية يعني غير مملة وان انتو كونوا استمتعتوا بالفيديو واذاكركم مرة اخرى بدعم القناة بالطريقة الاشتراك في القناة وعمل لايك على الفيديو اه اذا اعجلك اه ومشاركت الفيديوهات على موقع التاصل الاجتماعي والى اللقاء في فيديوهات اخرى